مساء الخير منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعية قراراته الاستثنائية التي علقت عمل البرلمان ومنحته صلاحيات واسعة تتعالى أصوات كثيرة في تونس محذرة من أن مساحات الحرية تضيق فيما تتسع الشكوك بشأن تحركات السلطة تجاه عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في البلاد نقابة الصحفيين التونسيين حذرت مما وصفته العودة لعهد تكميم الأفواه في الوقت الذي تلاحق أو يلاحق القضاء العسكري عددا من الصحفيين بتهم جنائية وأقدمت فيه قوات الأمن على إغلاق مقرقناة تونسية مقربة من حركة النهضة بدعوى عملها خارج إطار القانون في هذا السياق نناقش مستقبل الحريات في تونس في ظل واقع الأزمة السياسية الحالية لما اختارت السلطة تصعيد في وجه العمل الصحفي في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس التونسي أنه حريص على حماية مكتسبات الثورة من الحقوق والحريات أيضا نسأل ما المطلوب من النقابة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مضت عشر سنوات وما زالت الكثير من أحلام الثورة كما راودت هؤلاء في يومها الأول سعية في هذه الشوارع لم تتحقق بعد لم تسد الثورة جوع البطن ولي رفعت حواجز كثيرة في شؤون السياسة والاقتصاد إلا أنها كانت السنوات العشرة تختبر فيها التونسيون كما لم يفعلوا في أي زمن آخر حرية الرأي وانتزعوا حقهم في التعبير لكن في تونس منذ يوم الخامس والعشرين من يوليو ومنذ قرر الرئيس التونسي أن تعلق الحياة السياسية على حالة الاستثنان ومنذ بدأت تعلو في وجه التونسيين شيئا فشيئا الموانع بدأ أن مكسب الثورة الثمين ذاك صار يخشان يضيع خشية لزمت لأسابيع بيانات هيئات حقوقية وتنظيمات حزبية تصريحات الخصوم السابقين والحلفاء الحالين مخاوف لا تكتمها نقابة الصحفيين التونسيين أيضا ولا تواريها في هذه اللحظة القلقة هنا في ميدان عمل الصحفيين تركمت شواهد كثير على أن البلاد عائدة لعهد تكميم الأفواه وأن السلطة تعد كل المنتقدين أعداء بذاك الوضوح كان بيان للنقابة يوصف للتونسيين وهم يراقبون ما يجري سلوك السلطة في مواجهات الصحفيين في هذه الخطابات كانت تونسيون يسمعون أيضا من الرئيس كلاما آخر يسر قيس سعيد أن قراراته خطوة أخرى لأجل ترسيخ الحريات وإنه حتى حين كان يعطل عمل الدستور أبقى بواب الحريات فيه مفتوحة لم تعلق لكن هنا كانت قوات الأمن التونسي تصد أحد أبواب القنوات التلفزيونية المقربة من حركة النهضة هنا كانت السلطة تحجب صورة أخرى وتصادر حق صوت مخالف في التعبير هكذا بدأ قرار دخول مقر هذه القنة ومصادرة معداتها للكثيرين في تونس حتى والرأي الآخر يجادل بشأن صواب وقانونية تلك الخطوة في هذه اللحظة المرتبكة من الزمن السياسي في البلاد يقف أيضا المزيد من الصحفيين على مداخل المحاكم لا يقتص من تجاوزاتهم قانون الصحافة ولا قضاء مدنية بل القضاء العسكرية الذي يتهمون أمامه بن نيلي بن صورة الرئيس التي لا تمس وينضم إلينا للنقاش من تونس رابح لخرايفي المحامي والباحث في القانون تحياتي أستاذ رابح نقابة الصحفيين تعليقا على ما يجري بخصوص الصحفيين واعتقال الصحفيين وخص المحاكم العسكرية بمسائلتهم أصدروا بيانا قلقين فيه من تدهور الحريات في تونس تعليقك على هذا الموضوع ولماذا لا تراه أنه انتهاك للحريات فهي مبررة بتباعة الحال في بعض الأحيان لكن خلينا نتناول الوضع كما هو أما القول بأن المحاكم العسكرية هي محاكم خاصة فهذا غير دقيق لأن المصرح الدقيق للمحاكم العسكرية هي محاكم مختصة كما جاءت في الباب المتعلق بالحكام العامة من الدستور أنا كنت أحد أعضاء الجمعية التأسيسية وهناك تمييز وتدقيق بين الخاصة ومختصة أما الأفعال التي تتعهد بها فهي أفعال بطبيعة الحال داخلها في منطوق أو في مجال قانون العقوبات لكن عندما نقول الصحفيين عموما فهذا في تقدير غير دقيق خلينا نتناول الوقاعة التي الآن طبق فيها قانون العقوبات في تونس وهي حالة قناة الزيتونة وحالة الصحفي العامر عياد وصحفية شذاء شذاء مبارك أشك أن حصل سؤت فاهم بخصوص سؤالي إليك ليس عن طبيعة المحاكم بخاصة أو مختصة وإنما بجزئية واضحة وصريحة سواء عياد أو شذاء مبارك يعملان بالصحافة وهم الآن يواجهون محاكم عسكرية أين الدستورية في هذا؟ أولا أن المحاكم العسكرية هي محاكم مختصة ونص على ذلك الدستور إذن وكل تعهداتها فهي طبق للمادة الدستورية أن القضاء العسكري هو قضاء دستوري متخصص وليس قضاء خاص أو استثنائي إذن هذه لكن في تقديري لا ينبغي التوسع في هذا فعلى نيابة القضاء العدلي أو الجزائي هي التي تتحرك فبطبيعة الحال لكن هذا هناك مشكل تقريبا أشار إليه رئيس الجمهورية عندما استقبل رئيس المجلس الأعلى القضاء فقال بأن القضاء هناك عديد من القضاء قضاء فسدون وخاصة أن النيابة العمومية بما تحمله من إرث سيئة عندما كان أحد أقطابها بطبيعة الحال الذي هو أحيل الآن على عدم المباشرة وكذلك عندما أحيل الرئيس الأول للمحكمة العليا على عدم المباشرة فهذا دليل على أنه ليس هناك ثقة في القضاء الجزائي أو القضاء العدلي وهذا بطبيعة الحال كان واضح طيب معلش ستساعدني سيد خرافي لنبسط الموضوع أكثر بدل الدخول من هذه التفاصيل يعني حضرتك كتبت على صفحتك على الفيس بوك من أربعة أيام ونصحت كيف يمكن التعاطي ما هي التهم الثقيلة التي يمكن توجيهها منها الإخلال بأمن الدولة الداخلي وأيضا يعني عبارة الاعتداء المقصود به تبديل هيبة الدولة إذا أخذنا عياد مثالا الذي ألقى قصيدة كيف أخلى بأمن الدولة الداخلي من وجهة نظرك هو من سوء الصدفة تقريبا تطابقت التدوين مع نصوص الإحالة جميعها تقريبا دون ولم يسقط أي فصل أنا باعتبار لماذا كيفت هذا كيفت هذا لأن كمحامل لدى المحكمة العليا أستوعب ما هي الأفعال التي تسعبها النصوص إذن في حالة عياد أعتقد أنه عندما استعى عنده في معرض حديثه والدعوة إلى الأسيان مباشرة عن طريق عبر الميكروفون وعبر الصورة والدعوة إلى التقاتل واستعارة قصيدة أحمد مطر فهي ليس المشكلة في قصيدة أحمد مطر وإنما عندما تحدث على رئيس الجمهورية سواء هذا أو غيره فأسقطت بطبيعة الحال كل الألفاظ على رئيس الجمهورية أنا من أنصار أنه ينبغي مراجعة القانون العقوبات في مثل هذه الجرائم ولكن مع الشيطور الحديث عن قصيدة في نهاية الأمر عن كلام هل هذا يخل بأمن الدولة الداخلي؟ لا هي ليس المشكلة في القصيدة القصيدة يمكن أن تدرس في المعاهد ويمكن أن تدرس في الجامعات ليس المشكلة هنا لكن عندما تخرج القصيدة من سياقها الأدبي ومن سياقها الأدبي الثوري الذي قاله فيها الشعر أحمد مطر وتستخدم في استعارة أقول في استعارة وإنزالها وألباسها لرئاسة الدولة بطبيعة الحال مهما كان شغلها رئاسة الدولة فتتحول الكلمة لشيء خطير ويهدد أمن داخلي برمته سيد خرافي سنعود لمناقشة هذا الموضوع ولكن اسمح لي أن أرحب بانضمام عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وأيضا برمز أفضل عضو في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين لاستكمال هذا النقاش تحياتي لكم سأحول وأجير بعض النقاط التي تحدث بها سيد خرافي إليك رمز أفضل وأود لو يكون الجواب من خلال بيان نقابة الصحفيين الذي تحدث عن هذه الممارسات وإن لم يذكر لا عياد ولا شدى أمبارك خاصة جزئية المحاكم العسكرية هل شرحت لنا أسباب القلق والخشية لديكم؟ شكرا على الاستضافة أكيد نحن نتابع منذ 25 جوليا منذ الإجراءات الاستثنائية كل ما يهم الحقوق وكل ما يهم حرية التعبير وكنا عبرنا سابقا على ضرورة احترام حرية التعبير بعد هذه الإجراءات الاستثنائية يوم أمس كانت هناك اجتماع لمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين وتدولنا في النقاش نقطة إحالة على القضاء العسكري وندين نحن إحالة سواء صحفي أو أي مواطن أو ناشط سياسي أو رئيس حزب مهما كانت صفته أن يحال على القضاء العسكري هناك قضاء مدني لا بد أن يتم إحالة الأشخاص الذين قاموا سواء بثلب أو بشتمة وارتكبوا خطأ هناك قضاء عدلي لا بد أن يتم التوجه إليه حتى في صورة عامر عياد كان لابد من رئاسة جمهورية أن تتوجه إلى القضاء العادي ويتم توجيه رفع قضية بما قام بثلب أو ما كتبه أو ما قاله أو هذه القصيدة وبالتالي اليوم لابد أن يتم احترام حرية التعبير في تونس وكننا في كل مرة نهدد بضرورة أن يتم احترام حرية التعبير أكيد هناك معايير لهذه الحرية لكن لابد أن يتم تطبيق القانون ليس بالقضاء العسكري أيضا بالنسبة لقضية زميلة شداء نحن نتابع مع فريق من المحامين هذه القضية وكننا نبهنا إلى ضرورة أن يتم تفعيل أو مرور للصحفيين على القضاء طبقا للمرسوم 115 هذا المرسوم الذي صدر إثر الثورة وبالتالي هو مكسب اليوم لكل الصحفيين في تونس ولابد أن يتم تطبيق أو مرور الصحفيين أمام القضاء عبره طبقا لهذا المرسوم وبالتالي نددنا بضرورة احترام ما يقوله الصحفي سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو على كل المؤسسات العالمية سواء المرئية أو المكتوبة أو المسموعة لكن طبقا للقانون دون المس أو ثلب بالشخصيات أو المس أو الحقوق الآخرين وهذا نددنا به كما قلت منذ تقريبا منذ 25 جوليا في كل مرة تقريبا في كل بياناتنا كنا تحدثنا على ضرورة أن لا يتم المساس بهذه الحرية لأنها مكسب من مكاسب الثورة التونسية طيب أنقل أيضا جزء من الحوار إليك سيد عصام الشابي لو تفند لنا وتصف لنا الحالة انطلاقا من النقاط الثلاثة التي سأذكرها قصيدة قالها صحفي استدعت أن يحضر أمام القضاء العسكري وأولت هذه القصيدة كمساس بهيبة الدولة وإخلال بالأمن الداخلي هيئة الدفاع عن الصحفي تطلب تكليف لجنة شعراء للنظر في الإسقاطات هذه القصيدة هل هذه الصورة منطقية بالنسبة لك سيد عصام؟ بالفعل هذه الصورة هي صورة مأساوية لبلد ثورة الحرية والكرامة بعدما سمي بالإجراءات التصحيحية التي أعلنها رئيس الجمهورية أي التدابير الإستثنائية التي أعلنها والتي جمد بمقتضاها عمل البرلمان وأقال الحكومة وجمع كل السلطات بين يديه وألغى كل الهيئات الرقبية والتعديلية يعني رئيس الجمهورية في البداية اعتبر البرلمان خطرا داهما واعتبر الحكومة خطرا داهما وأغلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووضع رئيسها السابق رهن الإقابة الجمهورية في بيته ثم ألغى الهيئة الوقتية لمرقبة دستورية القوانين ويتوجه اليوم لمحاصرة حرية الرأي والتعبير لأنها ربما في نظره أيضا خطر داهم على مشروعه السياسي أي اليوم نحن في تونس بعد عقد من الزمن عيوذ أن نذهب إلى ترسيخ الخطوات الديمقراطية والمكاسب التي حققها التونسيون بفضل تضحياتهم وثورتهم ونعالج ما أصاب هذه الديمقراطية من علل وأمراض اليوم نحاول يحاول رئيس الجمهورية القضاء على هذه الديمقراطية أنا كتونسي أخجل عندما يمثل إعلامي على خلفية حوار تلفزي وإلقائه لقصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر أن يستجوب من قبل القضاء العسكري لخلفية توهم تصل عقوبته للأعداد ولو قطعتك بفضع صامي التبرير لهذا بأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فبالتالي عندما تعرض عياد له بهذه القصيدة وفهمها من أراد فهمها بطريقتها أنها تعرض لشخص قيس سعيد هنا وجبت قانونية حضوره أمام القضاء العسكري ما رأيك بهذه الالتفافة؟ هذا في تونس وفي كل دول العالم لا يمكن مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري ويمكن إخضاع القضاء العسكري وتوظيفه لتصفية الخصوم السياسيين ثم هذه التعلّة الواهية على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية هو مدني واعتبار قاد على القوات المسلحة هو دليل على خضوع هذه القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة هذه أصول الحكم الديمقراطي هذا ليحول رئيس الجمهورية إلى عسكري وليعطيه صيفة العسكري المحددة في القانون وفي الدستور التونسي وبالتالي هذه إخراج سيء ومحاولة لإقحام القضاء العسكري اليوم رئيس الجمهورية يأخو خطوة بعد خطوة لعسكرة الحياة في تونس يريد أن يعسكر القطاع الصحي ويريد أن يعسكر القضاء ويريد أن يعسكر مربعات الحرية والفضاء العام في بلادنا وهذا هو الخطر الذي يتهدد المكتسبات التي حققها التونسيون اليوم لا يمكن اليوم صحفيين صحفية في ولاية سوسا رهن الإيقاف الصحفي والأعلامي عامر عياد يواجه توهما تصل عقوبتها إلى الأعدام بيتوهم حمل السكان على التباغض والاقتتال ومحاولة قلب هيئة الدولة هذا جراء القاء قصيدة ومعارضته للتنبير والمنح الذي سلكه رئيس الجمهورية اليوم لا يمكن أن تجد الإنسان يتمسك بالحدود الدنيا من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان يقبل مثل هذا التمشي اليوم رئيس الجمهورية يريد أن ينهي حالة التعددية أن يؤدى التعددية وحرية التعبية لو تسمحني أن نعجل هذه النقطة خنيلة سيد عيسان سأعود إليك نظام هلامي جديد يقوم على الرأي الواحد سأعود إليك لتفديد أكثر حول هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها سيد خرايفي مرة جديدة لا نعود لسؤالي الأول لحضرتك إنما من خلال جواب سيد رمزي أفضل بأنه ليس أمام القضاء العسكري يحاكم صحفي هناك المرسوم 115 و116 الذي تم استخدامهما لإغلاق قناة الزيتون فلماذا هذا الاختيار بين أي مرسوم نطبق وأي مرسوم نتجاهل ولماذا لم يتم حفظ الحريات الصحفية طالما نقيب رئيس النقابة الصحفيين كان من أوائل الذين التقوا بقيس السعيد وتعهد أمام المجتمع المدني والنقابات بأن يحافظ على حرية عمل الصحافة مرة جديدة لماذا أمام القضاء العسكري أنا في تقديري أنه الآن نحن نتحدث في أعمق وأخطر المواضيع ونتحدث بحرية وسنعود لمنازلنا دون إقافات أو دون محاكمات لا أمام القاضي العسكري ولا أمام القاضي الجزائي أنا في تقديري المدخل الصحيح والتالي هو أنه طالما لا نريد أن يكون القضاء العسكري يتعهد بمثل هذا القضايا فعلينا تنقيح القوانين وحذفها وحذف القوانين النافذة وهو مرسوم 2011 ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والمجلة الجزائية علينا إلغاء وحذف النصوص عندها بطبيعة الحال وقتها نتحدث على أن الاختصاص الحسري هو من القاضي الجزائي لكن طالما أن هذه القوانين هي قوانين النافذة والمرسوم الذي نظم العقوبات العسكرية والمقاضات هو مرسوم 2011 أتى بعد الثورة فلنكون وضع صريحين ثانيا أنه عندما ننقض القضاء العسكري وهذا مطلوب إذا كان هناك حرفات سيد خرايفي على النقطة التي تصار أمامك بأكثر من طريقة في نهاية الأمر السؤال بسيط أن هناك صحفي قال قصيدة يجب أن يحاكم عبر المراسيم التي نظمت العمل الصحفي قلت لك سيدتي وليس أمام القضاء العسكري قصيدة لا تقلب أمن الداخلي للدولة لا هي النيابة العسكرية عندما أثارت الدعوة ضد الصحفي بوضوح هي قدرت أن تلك الأفعال والأقوال المباشرة التي تفوه بها السيد عامر عياد قبل الحقيقة لا أعرف هل هو صحفي أم لا إذا أتحدث على فرضية أنه هو صحفي لكن لا أعرف هل هو منخرط في نقابة الصحفيين وهل هو يملك صفة الصحفي أم لا هذا على فرض ونصدق كذلك حتى يدخل تحت هذه اليافتة تبدو كأنها ثغرات قانونية تستخدم في مرافعة أمام محكمة هذا نقاش حول قيمة وحربيات وحقوق لا لا طبعا لأن صفة الصحفي تفرق ولها دور كثير في تكييف الجريمة وفي المحكمة التي سيمثل أمامها لكن على فرض أنه صحفي النيابة العمومية عندما وجهت لها تلكتهم قدرت أنها جرائم كما وصفتها لكن القاضي للتحقيق يمكن أن يغربل ويمكن أن يحفظ جميع التهم ويحفظها ويطرق سبيل السيد عمر عياد لأن الأصل هو البراءة والأصل والاستقامة هي حسن النية والبراءة من كل اتهاب لكن بطبيعة الحال حتى في صورة حفظه يجوز للسيد عياد القيام على الدولة وطلب تعويذات والقانون التونسي يضمن له هذه الحقوق سيد رمزي أفضل في ظلم ما تسمع أعود إلى بيان نقابة السحفيين حملتم رئيس الجمهورية المسؤولية فيما يجري وفي التعرض لهذه الحريات وجهة النظر وراء هذا التحميل وما الذي يمكن أن تقومون به كنقابة للدفاع عن حقوق السحفيين والعمل السحفي في تونس هذه الأيام بداية بإجاز ردا على الأستاذ ربح الخرافي كان يبحث على مخرج لإثبات ضرورة القضاء العسكري دفع نحو تقديم المواطنيين أو الإعلاميين نحو القضاء العسكري وبالتالي يتحدث كأنه هل لديه انخراط في النقابة أم لا نحن ندافع على مبدأ يا أستاذ مبدأ يعني لا يتجزأ وهو عدم موثول سواء صحفي أو مدني أو رئيس حزب سياسي أو حتى أنت كناشط أو كمحامي أمام القضاء العسكري هذه ناحية مبدأية بالنسبة لما نقرره نحن نقابة صحفيين نتابع كما قلت سابقا نتابع تقريبا يوميا وعلى مدار الساعة كل المشاكل والتجاوزات التي تقع للصحفيين التونسيين وشددنا في بياننا الذي صدره مسأمس وأيضا هناك بيان سيصدر عن الاتحاد الدولي للصحفيين يعني في العالم وبالتالي هناك اتصال بالمنظمات الوطنية سواء في تونس وأيضا حتى المنظمات العالمية ليكون موقف واضح بضرورة عدم المساس بحرية التعبير وهذا ما قلناه منذ إجراءات 25 جوليا نحن كنا نبهنا إلى ضرورة عدم المساس بهذا المكسب وبالتالي يعني يوميا تقريبا نشاهد من اعتداءات على الصحفيين سواء في المسيرات التي تخرجه للشارع سواء من هذا الطرف أو من ذاك وأيضا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وكنا نبهنا أيضا حتى في البيان يوم أمس نبهنا رئاسة الجمهورية بضرورة وضع حد لمن يتكلمون باسم رئاسة الجمهورية والذين يحرزون على شبكات التواصل الاجتماعي لأنه حتى هذا يمثل اليوم خطر كبير على حرية التعبير في تونس وعلى أيضا حتى الوضع العام في تونس سيد عصام الشبي أنهي مع حضرتك كنت في سياق جوابك تحدثت عن أن هناك ما يشبه عسكرة كل قطاعات الدولة عسكرة القطاع عسكرة العمل الصحفي وكل هذه الجهات المؤسساتية في تونس سيد الخرافي قال أن القاضي العسكري ممكن أن يحكم بعد أن يطالع القضية قضية عياد وأن أخذها مثالا للنقاش حول الحريات في هذه الحلقة ويحكم له بالبراءة هل ترى هذا ممكن وما هي ما تقصده بعسكرة القضاء أي أن كان القضاء في تونس ما العمل في هذا الأمر أنا لا أريد أن أدخل لا أريد أن أدخل في التفاصيل يمكن أن يتراجع القضاء العسكري عن توجيه الاتهامات للأعلامي عمر عياد وعلى فكرة وصحح لأستاذ رابح لخرايفي عمر عياد هو أعلامي يدير حوار تلفز يومي على قناة الزيتون التونسية يعني نحن لا نبحث الآن في جنس الملائكة ذكر أو أنثى القضاء العسكري غير مختص في النظر في القضايا التي يمثل فيها مدنيين كل مدني اليوم فهناك القضاء العادلي يمكن أن يتعاهد بمثل هذه القضايا وأنا آسف أنه في بلدي اليوم قضايا الرأي والأعلام تصبح من أنظار القضاء ومن أنظار القضاء العسكري وبتهم ثقيلة تصل حد عقوبة الأعلام اليوم ما نوجهه في تونس هو محاصرة التعددية الأعلامية ومحاصرة التعددية الحزبية ومحاصرة التمثيلية النيابية وضرب كل المؤسسات التي تم بنائها في تونس والتي هي لازالت في خطواتها الأولى وتحتاج دعم رئيس الجمهورية أعتبر كل المنظومة التي بنيت بعد ثورة الحرية والكرامة أي منذ عقدة من الزمن هي منظومة فازدة ولا بد من تصفيتها مقابل تجميع كل السلطات بين يديه اليوم رئيس الجمهورية يجمع كل السلطات هو الحاكم الفردي المطلق لتونس والحكم المطلق في اعتقادي هو مفسدة مطلقة نحن في تونس عانينا لخمسة عقود من تفرن الرئيس السابق سيد عبدالي بن علي بالسلطة اليوم قيس سعيد يجمع بين يديه ما لم يجتمع بين يديه الرئيس السابق زين العبدال بن علي الذي ثارت من سيونه ضد حكمه واستبداله اليوم لا يمكن أن نتكون في تبرير هذا التمشي اليوم نحن في تونس وعندما تحدث أشكرك جزيل الشكر وتقبل عذري عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وأيضا رمز أفضل عدو في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفين التوانسة وأيضا شكرا لرابح الخرايفي محامي وباحث في القانون ضيوفنا من تونس شكرا جزيلا لكم ولكل من تابعنا الشكر جزيل أيضا اشتركوا في القناة